اهلا بكم مشاهدين الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الاخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة نناقش فيها اليوم إصرار الاحتلال مواصلة استهداف المستشفيات في القطاع بعد ضربه طوقا من الحصار عليها تسبب بتوقف الامدادات عنها وهو ما أسفر عن وفاة أعداد من الأطفال الخدج والمرضى وسيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من أمستردام المتحدث باسم حملة مواجهة القانون القومية الإسرائيلية السيد مهر إحجازي وعبر سكايب أيضا من إسطنبول المحلل العسكري الفلسطيني الدكتور هان الدالي وعبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السلاوي ونبدأ بعد الفاصل أهلا بكم مشاهدين الكرام في إطار هذه التغطية المتواصلة من خلال شاشة قناة الرافدين الفضائية نتابعوا وإياكم أبرز المسجدات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أهالي قطاع غزة واستهداف المستشفيات بشكل خاص نبدأ معك في هذه التغطية الأستاذ ماهر إحجازي ضيف عبر سكايب من أمستردام أستاذ ماهر لعل العنوان الرئيس للعمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين هو قصف المستشفيات باعتقادكم وبحسب متابعتكم على الأرض ما هدف الاحتلال من ذلك سياسيا برأيك؟ نعم بداية تحية لك وليطيوفك والاستاذة المشاهدين يعني حقيقة خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة من هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا داخل قطاع غزة هناك استهداف واضح وتصعيد واضح من الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المشافي والتجمعات الطبية وبالتالي هو يحاول أن يطبق الحصار عندما يواصل قصف والقتل وأيضا تدميره من التحتية وانه يواصل استهداف وحصار المشافي وخاصة عندما يتحدث عن مجمع الشفاء الطبي الذي يحوي الألاف من المرضى والنازحين وداخل هذا المشفى الاحتلال الإسرائيلي يمارس رسالة عقاب جماعي لشعبنا الفلسطيني وقتل واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية واستهداف المشافي المشافي لها رمزية كبيرة تعمل على تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني داخل قطاع غزة من خلال تقديم الدواء والعلاج والرعاية الطبية للمرضى والمصابين والجرحى جراء هذا العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا وبالتالي هذا الاحتلال يحاول أيضا أن يستهدف هذه المشافي لضرب رمزية هذه المشافي وما تقدمه من تعزيز لصمود شعبنا الفلسطيني وبالتالي هي واحدة من أدوات الإجراء الصهيوني سؤالي إليك الآن دكتور هاني الدالي وأنت المحلل العسكري ما الهدف برأيك من اتخاذ الاحتلال للمستشفيات هدفا يبادل بقصفه يعني خلال الثمانية وأربعين ساعة السابقة كثف الاحتلال الإسرائيلي بطيرانه ومدفعيته استهداف مشفى الشفاء وأقسام محددة منها بالإضافة إلى محيطها تفضل دكتور هاني حياكم الله تحية لكم ولجميع المشاهدين الكرام يعني بس بدل التعديل أنا محلل في أشياء الفلسطيني وليس محلل عسكري بالنسبة لاستهداف العدو الصهيوني لموضوع المستشفيات وخاصة مستشفى الشفاء طبعا العدو الصهيوني يحاول أولا أن يوهم المجتمع الصهيوني أنه هناك هدف كبير سيتم تحقيقه وهو قلعة كبيرة لحماس هناك كثير من المعلومات الكاذبة التي يبث وتحدث عنها الاحتلال الصهيوني أولا يستهدف فيها المجتمع الصهيوني حتى يسجل إنجاز حتى لو كان إنجاز وهمي لأنه اليوم نحن في اليوم السابع والثلاثين من معركة الفرقان طوفان الأقصى وحتى الآن العدو الصهيوني لم يحقق أي هدف عسكري يذكر من ناحية ثانية العدو الصهيوني يحاول أن يوهم العالم يعني أن مستشفى الشفا هي معقل قطاع غزة وسقوط مستشفى الشفا يعني سقوط غزة وهذا غير صحيح هو يحاول أن يقلد بذلك الولايات المتحدة الأمريكية حينما اشتاحت أفغان اشتاحت العراق في 2003 وكان هناك إهام كبير أنه دخول القوات الأمريكية إلى مطار بغداد يعني سقوط بغداد وهذه الحرب النفسية والبروغاندا الإعلامية حينما دخل الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي في مطار بغداد سخطت بغداد بثلاثة أيام لذلك العدو الصهيوني يحاول هذا من ناحية إيهان من الناس أو إيهان الشعب الفلسطيني أو العالم العربي والإسلامي نواصل الحديث معك دكتور هاني وبطبيعة الحال معك أستاذ ماهر لكن قبل متابعة الحديث وهذه التغطية نخرج إلى فاصل ومن ثم نواصل أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد وما زلنا في هذه التغطية المخصصة للأحداث المتصاعدة في قطاع غزة وهذا العدوان الصهيوني الغاشم بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومستجدات معركة طوفان الأقصى ومن جديد نرحبه بضيوفنا معنا من مستردام المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومي الإسرائيلية سيد ماهر حجازي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور هاني الدالي عبر سكايب وكذلك معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السيلوي ولعلني الآن أتجه إليك بالسؤال أستاذ إيمان يعني اعتقالات ومدهمات في طول الضفة الغربية وعدد من المخيمات بما تفسرين تزايد وطيرة الاعتقالات والمدهمات نعم في الآون الأخيرة بعد السابع من أكتوبر نرى العديد من الاعتقالات طالث المئات كانت تتجاوز العشرات في اليوم الواحد على مستوى كل المحافظات في الضفة وذلك لانتقام لما حدث لهم في رزة في أحدث السابع من أكتوبر الآن طبيعي الاعتقالات تركزت على القيادات في كل الفصائل وهذه القيادات لها تأثير ميداني كبير على الشبان وبالتالي التوجه للقاط الاحتكاك وهم حاولوا أن يمتصوا الغضب في الضفة ليركزوا في حربهم على غزة وبالتالي ظن منهم أن ذلك سيقلل من المواجهة ولكنها لا زالت مستمرة يعني بغض النظر حتى لو تم اعتقال كل القيادات في الفصائل الوطنية جميعها ولكن المواجهة مستمرة وبقوة ونقاط الاحتكاك والمواجهات بالقرب من جدار الفصل أو عند توجههم إلى محافظة الماء أو إلى قرية أو إلى مخيم فإن المواجهة مستمرة من جديد إليك أستاذ ماهري إذا كان أحد الأهداف هو تهجير الأهالي من شمال غزة هل جرى تفريغ شمال قطاع غزة من السكان كما يزعم الاحتلال الإسرائيلي؟ حقيقة ما يزعم به الاحتلال الإسرائيلي وما دعا له حتى المتحدث باسم الجيش الاحتلال وقال نحن نفتح ممرات إنسانية لخروج أبناء شعبنا الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه لكن تثبت الدلائل أن هذا الاحتلال إسرائيلي يمارس حرب إبادة يعني هو يطلب من الفلسطينيين المتواجدين في مناطق شمال قطاع غزة بالخروج عبر ما يسميها ممرات إنسانية ويقوم بقصف وقتل والشهادات التي استمعنا إليها من خلال زملائنا الصحفيين في شمال قطاع غزة تتحدث أن هذا الاحتلال يستهدف النازحين وهناك نازحين ومصابين وقال وجهتا على الطرقات هذا فيما يتعلق بالاستهداف لكن هل فعلا جرى تفريغ شمال قطاع غزة من أغلب ساكنيه كما يزعم الاحتلال لا لا بالعكس تماما هناك آلاف من أبناء شعبنا الفلسطينيين لا يزالون متواجدون في مناطق شمال قطاع غزة وما يقوم به الاحتلال إسرائيلي وما ينشره مجرد أكاذيب ليمارس جريمة بشعة ويرتكب مجزرة مروعة وبالتالي كل الرسائل التي تصلنا من زملائنا الصحفي والناشطين وحتى أبناء شعبنا المتواجدين في مناطق شمال قطاع غزة يؤكدون هنا أكثر ربما نتحدث عن مئات الآلاف من أبناء شعبنا لا يزالون متواجدون في مناطق شمال قطاع غزة وبالتالي نحذر المجتمع الدولي ونحذر أن هذا الاحتلال يريد بهذه الدعاية الكاذبة أن يرتكب مجازر بحق المدنيين المتواجدين لا يزالون في مناطق شمال قطاع غزة دون تحت مرة يعني دون بعيدا عن الكاميرات وعن المرأة ومسماء العالة وبالتالي الرسائل التي تصلنا من أبناء شعبنا وهذا ما نريد أن نوصل من خلال المنابر الإعلامية أن الآلاف من أبناء شعبنا لا يزالون متواجدون في مناطق شمال قطاع غزة ويروجوا الاحتلال الإسرائيلي مجرد أكاذيب لتمرير مجازر أخرى بحق المدنيين المتواجدين في شمال قطاع غزة وبالتالي هذه المجرد أكاذيب إسرائيلية وهناك زائل المناجدات تصلنا باستمرار من أبناء شعبنا المتواجدين في شمال قطاع غزة أن هذا الاحتلال مجرد أكاذيب وهناك الآلاف ويعيشون الآن حصار مطبخ نقص فيها الرعاية الطبية نقص فيها الغذاء وهذا الاحتلال يمارس الآن سياسة التجويع يعني يوم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتحديدا في مناطق الشمالية لا يمتون فقط في القصف وإنما أيضا ضمن سياسة التجويع وقطع الماء وقطع الكهرباء وبالتالي الكالثة الكبيرة بكل المعايير دكتور هاني ماذا يعني استهداف كل المستشفيات في توقيت متزامن أو متقارب من قبل الاحتلال الإسرائيلي يعني بشكل واضح أن العدو الصهيوني أوليش فشل في خطته الأولى حول تهجير شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة تحديدا ومن المناطق الجنوبية هو الآن يحاول أن ينتقل للمرحلة الثانية هناك نظريتان كان في تعامل العدو الصهيوني مع قطاع غزة للانتقام من قطاع غزة ومحاولة استعادة صورة ترادة التي حدثت وخاصة بين علالين الجدار الحديدي اللي هو عقد الأمان بين المجتمع الصهيوني والصهيوني وبين القيادة الصهيوني لذلك ما لجأوا إلى نظريتي النظرية الأولى هي عملية التهجير ونقل السكان تفريغ السكان قطاع غزة من السكان الأمر الثاني هو موضوع حرب الإبادة الخطة الأولى فشلت بشكل كامل شعبنا الفلسطيني كان واضح أنه صامت في كل مواقعه في كل أماكنه الصور التي نراها المعنويات الكبيرة للصمود الأسطوري لذلك الآن العدو الصهيوني جاء إلى الخطة الثانية وهي حرب الإبادة وعملية التطهير الأرقي الكامل لذلك هو يقوم الآن باستهداف أي مكان نزح إليه شعبنا الفلسطيني أي مكان فيه صمود أي مكان يؤثر على يعني بحاول قدر اللي كان يضرب هذا الصمود الكبير هذا العمود الفقر اللي شعبنا الفلسطيني ضربوا في مقتل لذلك هو يستهدف المستشفيات بشكل متزامد وبشكل كامل حتى يقول للناس أنه لا وجد شيء آمن وبالمقابل واضح أنه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة أيضا رغم استهداف المستشفيات ورغم استهداف المرضى حتى الكادر الطبي نحن نتحدث اليعمر عن أكثر من 200 شهيد من الكادر الطبي هناك يعني هناك مكسف حتى في المواد الغزائية المواد الصحية البترول البنزين كله بشكل كامل هو يحاول الآن أن يمارس تطهير إرق بشكل كامل في محاوضة شمال قطاع غزة وفي محاوضة وفي قطاع غزة ويحاول أن يوهم الناس أنه هناك ممر آمن مفتوح كما تحدثت حول السؤال الأول وهذا السؤال المهم جدا أنه هل قطاع غزة أو شمال قطاع غزة تم إفراه من السكان هذا قولا واحدا غير صحيح ما زال حتى قبل قليل نشرت صور كثيرة من خلال تواجد شعبنا الفلسطيني يمارس حياته بالشكل الحد الأدنى بما هو موجود من نقص من المواد الغزائية وهذا يثبت أن شعبنا الفلسطيني حتى الآن رغم ما يمارس العدو الصيني من حرب الإبادة وتطهير العرق واستهداف المستشفات واستهداف كل مكان ينزح له شعبنا الفلسطيني رغم ذلك شعبنا الفلسطيني ما زال صامت في قطاع غزة في الشمال في الجنوب في كل مكان ويواجه العدو الصيني وقالت العدو الصيني كنقطة ثانية أيضا ومهمة جدا العدو الصيني في تركيزه تحديدا على مستشفى الشفاء القطاع غزة يحاول أن يوصل رسالتين رسالة إلى المجتمع الصيني أنه يحقق أهداف عسكرية وواضح الإخفاقات العسكرية حتى هذه اللحظة العدو الصيني لم يحقق أي هدف عسكري هذا من ناحية من ناحية ثانية أيضا العدو الصيني يحاول أن يوصل لسكان قطاع غزة أنه نحن نقترب من السيطرة على مستشفى الشفاء وللتوضيح مستشفى الشفاء هو قريب على البحر سأعود إليك دكتور هاني الدالي أعود إليك بالسؤال الآن أستاذ إيمان اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة بعد تسليحهم من قبل وزير الأمن القومي في الكيان المحتل بن غفير هذه الاعتداءات كما تعلمين تزايدت السؤال هنا ما الأثر الملموس لمثل هذه الاعتداءات على الأرض في مختلف أماكن التواجد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نعم المستوطنون لهم في عملهم الإجرامي عدة طرق منها إطلاق رصاص على المركبات بين المحافظات للمتنقلين بين المحافظات خصوصا في أن فترة الصباح والمساء هي فترة تنقل الموظفين ما بين المحافظة الأخرى أيضا تقطيع الأشجار الأراضي الزراعية بالقرد من القرى من المناطق المحيطة بالقرى الأراضي الزراعية التابعة للقرى كذلك منع التجار مؤخرا من فتح المحال التجارية في حوارة هناك عدة طرق هذا التأثير داخل الفلسطيني داخل المواطنة الفلسطيني سيكون تأثير سلبي سيكون لديه رد رد بالانتقام لحقه للألم الذي بداخله للانتقام للأهل في القدس وغزة من المستوطنين الذين يتمادون وقد رأوا الضوء الأخضر لهم من قبل سياساتهم وسادتهم انتقموا خذوا راحتكم بالقتل بالإيذاء للفلسطينيين بالتالي سيكون الرد الانتقام وأخذ الحق والدفاع عن حقوقنا كشعب فلسطيني من المواطنين قمعي أستاذ إيمان من جديد إليك أستاذ ماهر يعني مصادر بمجمع الشفاء الطبي أعلنت وفاة خمسة من الأطفال الخدج بسبب نفاذ الأكسوجين وانقطاع الكهرباء السؤال هنا يعني ألا تعد مثل هذه الأفعال جرائم على الغرب أن يتحرك من أجلها يعني للأسف في اليوم نحن نتحدث عن الشهر الثاني من هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا داخل قطاع غزة إن لم تحرك المجازر التي ارتكبها هذا الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان بقتل المدنيين وخاصة قتل الأطفال والنساء يعني اليوم نتحدث عن خمس الأطفال استشهدوا جراء نقص من قطاع الكهرباء والحاجة للأسجين في مجمع الشفاء الطبي نحن نتحدث عن أكثر من أربعة آلاف طفل فلسطيني قتلوا منذ بداية هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة إن لم تحرك كل هذه المجازر منذ اليوم الأول لهذا العدوان يعني أعتقد اليوم نحن نعيش أمام مجتمع دولي يعيش حالة من النفاق الإنساني والنفاق السياسي وهو يشاهد كيف تقوم آلة العدوان الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا باستهداف الأطفال وتدمير المشابيع حتى هذه اللحظة لاتسان المواقف الدولية بالبعد الرسمي السياسي مواقف يعني حالة نفاق إنساني عندما يعني يساون بين الضحية والجلاد ويعيوني اهتمام لدماء أبناء شعبنا الفلسطيني يعني حتى هذه اللحظة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الكيان الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي سياسيا وعسكريا رغم أنها تقول يعني أنه لا بد من حماية المدنية وبالتالي هذا هو نفاق إنساني نعتبر نفاق إنساني أمام المجتمع الدولي وبالتالي يجب أن تحرك هذه المشاهد وهذه المجازل التي تكون احتمال إسرائيلي اليوم هناك مرضى داخل مجمع الشفاء الطبي يعني الأنباء تتحدث عن 800 مريض بحاجة ونصاب داخل مجمع الشفاء الطبي إضافة إلى 10.000 نازح فلسطيني يعني اليوم مجمع الشفاء الطبي ليس فقط مكان يقدم الرعاية الطبية للجرحى والمصابين والمرضى وإنما أيضا هو له مكان لدى الشعب الفلسطيني وهو أيضا في واجهة يعني 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 يواجه من خلال وفي المؤتمرات الصحفية التي كانت تعقد من داخل مجمع الشفاء الطبي الأكاذيب والإدعاة الإسرائيلية حول مجمع الشفاء وبالتالي هذا الاحتلال واتفق مع ضيفك الدكتور عندما تحدث عن الاحتلال لم يحقق أي إنجاز عسكري في هذا العدوان الصهيوي وبالتالي من خلال التركيز التغطية وحديثي عن محاصلة مجمع الشفاء الطبي واستهداف هذا المجمع ومحاولة السيطرة عليه ربما يحاول أن يسوق النجاز ولكن هذا النجاز على يعني أمام مشفى مشفى لا يقدم إلى رعاية الطبية والدعم الإنساني والإغاثي ويعالج المصابين والجرحى وبالتالي هذا الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو يرتكب جريمة إبادة بشرية ضد عبناء شعبنا داخل قطاع غزة مضي الفكرة أرجو أن تبقى معي أستاذ ماهر من جديد إليك دكتور هاني يعني الغالبية ممن يعيشون في قطاع غزة يدركون أهمية فكرة المقاومة وبحكم أن أهالي قطاع غزة متداخلون ببعضهم البعض فإنهم يعلمون أن المقاومة لا يمكن أن تكون لقمة سائغة أمام الاحتلال يعني هذا تمهيل للسؤال الذي أود أن أطرحه عليك وهو هل باعتقادكم متاح أمام المقاومة خيار فك الحصار عن المستشفيات حدثنا انطلاقا من طبيعة فهمك لواقع غزة قبل اطلاعك على ما يتعلق بمعلومات عن المقاومة الفلسطينية واقع غزة وظروف غزة وجغرافية مستشفيات غزة هل تمكن المقاومة بمحاولة مثلا فك الحصار حال كان هناك حصار إسرائيلي قادم على المستشفيات نحن نتحدث هنا عن يعني قوة غير متكافئة حرب غير متكافئة نحن نتحدث عن الجيش الصهيوني خلفه والولايات المتحدة والمتحدة الأمريكي كل غربية وأحضرنا جيشين ولا معركة متكافئة في القتال يعني الشجاع ما بين جندي مقابل جندي هي عبارة عن حرب إبادة وواضح العدو الصهيون حينما يعزز أن يتقدم بعض الأمطار يستخدم كل التوضد اللي هو ورغم هذا الحصار استطاعت أن تنشي وأن تصنع إمكانات من المعجزات وهذا كان واضح هنا عندما نتحدث أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تفك الحصار هنا نتحدث كأن المقاومة الفلسطينية هي إشي خيالي تستطيع تعفع كل شيء المقاومة الفلسطينية واضح أنه سيست في التعامل مع العدو الصهيوني في المناطق وخاصة النقاط الضعف في المناطق التي يستطيع أن تقاوم فيها هي تتعامل من عدو الصهيوني بمعركة الكار والفر موضوع المواجهة المباشرة وفك الحصار هذا يحتاج إلى جهود الأمة العربية والإسلامية أن تدخل الألغاز والبترول والمياه والكارباء المقامة الفلسطينية يكفيها الآن صمودها في وجه أقوى 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 في العالم واستطعت حتى هذه اللحظة رغم الإمكانات البسيطة اللي معها أن تمنع العدو الصهيوني من الاقتراب للمناطق الأحياء والأساسية ونحن هنا نتحدث عن المعركة حتى الآن تدور في المناطق الرخبة والمناطق المفتوحة التي هي تكون دائماً لصالح العدو الصهيوني وليس لصالح المقامة ومع ذلك استطاعت المقامة الفلسطينية حتى الآن أن تمنع العدو الصهيوني من دخول مناطق أساسية سواء كانت بيت حنون بيت لاهية العطاطرة منطقة الشاطئ والعدو الصهيوني بالمناطق التي لا يستطيع أن يواجر المقاومة يحاول الالتفاف على المقاومة نعم دكتور هاني هل يفهم من كلامك أن قصف المستشفيات قد يكون الهدف منه مثلاً محاولة إفراغها وبالتالي مقدمة لاجتياح مثلاً أكبر لقوات الاحتلال أم قد يكون لهد يعني هناك هدف غير معلن لقوات الاحتلال مثلاً موضوع قصف المستشفيات هو أكثر من هدف كما تحدثنا ولكن على رأس هذه الأهداف هو عملية إخلاء الناس من داخل المستشفيات حتى يرتكب جرائم أكثر هذا من ناحية ثانية حتى يوصل رسالة للشعب الفلسطيني الآن لصامد في قطاع غزة وشمال قطاع غزة أنه لا يوجد أي مكان آمن هذا يحاول أن يضغط عليهم بالهجرة القصرية من قطاع غزة والنزوح إلى جنوب قطاع غزة إضافة إلى عملية يعني إبادة جماعية عملية يعني حرب نازية العدو الصيوني الآن وموضوع حرب ولمستشفيات واضح أنه هو يحاول أن يستخدم كل السبل الممكنة حتى يقول للناس شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لا يوجد الآن شيء آمن لا يوجد مكان للنزوح مطلوب أنه تذهب إلى من خلال حتى الممرات الآمنة التي يتحدث عنها والقطاع التي يتحدث عنها هي بالأساس تخدم أهدافه والعسكرية في الضغط على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لنزوح إلى الجنوب ومع ذلك ورغم الآن ما يصيب شعبنا الفلسطيني من قطع للماء والكهرباء والدواء وحتى المستشفيات ومع ذلك شعبنا الفلسطيني صامد حتى هذه اللحظة والمقامة الفلسطينية في غزة صامدة ولكن مطلوب من أمتنا العربية والإسلامية أن تتحرك في فتح الحصار على القطاع غزة أن تتحرك في فتح معبر رفع وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قمعي دكتور هاني من جديد إليك أستاذ ماهر يعني الهلالة الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة اتهمت المنظمات الأممية بحجب المساعدات والمحروقات عن القطاع من أي منطلق تتحرك هذه المنظمات في ظل الحصار ولماذا مثلا توزع المساعدات التي تدخل من خلال شاحنات محدودة على مناطق الجنوب ويستثنى منها أهالي شمال قطاع غزة كيف تستجيب المنظمات الدولية لمثل هذا لا يمكن أن يصنفها طرفا أو منحازا إلى جانب الاحتلال حينما تفعل ذلك يعني لا شك ربما هذا ما قام التصريح الصادر عن الهلالة الأحمر الفلسطيني يستند إلى الدور التي قامت به وكالة الأوناروا بالتخرب من مسؤوليات تجاه أبناء شعبنا في شمال قطاع غزة منذ بداية هذا العدوان عندما انسحبت الأوناروا من مراكزها ومن المدارس ومراكز الطبية في شمال قطاع غزة انسحبت وتخلت عن مسؤوليات الإنسانية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وبالتالي أيضا بالأمس استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركز لتابع الأمم المتحدة في محيط مشفى الشفاء وأيضا من قبل استهداف الاحتلال الإسرائيلي للعديد من مدارس الأوناروا التي هي عبارة عن مراكز الإنسانية والأوناروا واستشهد العشرات من أبناء شعبنا وعصيم العشرات في هذا الوقتالي موقف الأمم المتحدة لا يجعل تجول تجاه هذه الكارثة التي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة لا تمارس مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والسياسية بتشكيل ضغط عن الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على مراكز الإيواء والتي هي عبارة عن مدارس وهيئات وبقرات تتبع للأمم المتحدة وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يعني لا يرى هناك ربما ضغط يمارس بحقه من قبل هذه المؤسسة الدولية والدولية لضغط على هذا الاحتلال وبالتالي يواصل إجرامه وحصاره وبالتالي أيضا موقف كان هناك تنتيط واضح بموقف وكالة الأنورو بأنها انسحبت منذ الأيام الأولى للتصعيد العدوان ويعني انسحاب الأنورو من مناطق شمال قطاع غزة هو قدمة للسياسة الإسرائيلية في تهجير أبناء شعبنا عندما تكون الأنورو متواجدة في مراكزها وتقدم خدماتها الإنسانية والطبية والتعليمية لأبناء شعبنا في مناطق الشمال وبالتالي هذا يعني تعزيز لصمود أبناء شعبنا عندما تنسح ومن مناطق شمال قطاع غزة هذا يخدم سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أبناء شعبنا ويعني وضع على الشعب الفلسطيني أنه لا توجد هناك مقاومات للصمود في مناطق شمال قطاع غزة ويدفع أبناء شعبنا للنزوع ويقوم هذا الاحتلال إسرائيلي يعني باستهدام حد أخوافل النازحين من أهل المناطق أستاذ إيمان شهد منذ أيام أستاذ إيمان وضع عصابات المستوطنين حواجز على طرقات رئيسة في الضفة الغربية ما الهدف باعتقادكم من ذلك وتبعات وتأثير مثل هذه التصرفات على الحياة اليومية لأهالي الضفة أستاذ إيمان هل أنت معنا نعم كنت قد سألتك عن الحواجز التي يضعها مستوطنون إسرائيليون في مناطق متعددة ومختلفة وفي أكثر من مدينة الضفة المحتلة ما الهدف من ذلك باعتقادكم وكيف يؤثر على الحياة اليومية لعموم الأهالي هناك في الضفة الغربية نعم فعلا بدأت قوات الاحتلال تغلق الطرق بين القرى المحيطة بكل محافظة عن طريق السواثر الترابية واستفزاز المستوطنين تمهيدا تمهيدا لاكتحامات كبيرة تمهيدا للقضاء على المقاومين الشبان المقاومين لقد رأيت في جنين على سبيل المثال صباح اليوم المشهد الصباحي مبتقة لا تقل عن كيلو متر محيطها جميعها مقابلة لمخيم جنين السواثر الترابية بارتفاع خمس متر تختفي خلفها الجبات العسكرية التي بدأت تتقطع أجزاؤها أمام العبوات الصغيرة الصرع المحلي فهذا أعتقد تمهيدا ليس يعني رأيي لوحدي تمهيدا لاقتحامات لفترات طويلة كانوا يقتحمون مدة ساعة ساعتين اليوم يقتحمون لمدة عشر ساعات فأكثر قيم معي على أيتحال أستاذ إيمان مشاهدين الكرام لنستمع الآن إلى اتهام كريغم خبر المدير السابق لمكتب المفاوضية الأممية لحقوق الإنسان في نيويورك والذي اتهم الولايات المتحدة والدول الغربية بالانخراط في الجرائم الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة والذي استقال مؤخرا من منصبه احتجاجا على موقف الهيئات الأممية من الوضع الإنساني في القطاع نتابع الجرائم الإسرائيلية في غزة ترقى للإبادة الجماعية وواشنطن والغرب يوفرون التمويل والأسلحة والاستخبارات والغطاء الدبلوماسي لذلك وحتى حق النقض في مجلس الأمن الدولي لتسهيل أعماد إسرائيل الغرب لا يدعم إسرائيل فحسب بل يحاول أيضا قمع ردود الفعل في بلدانه قد جرى إبلاغي بضرورة عدم التحدث عن القضية الفلسطينية عالنا بصفة رسمية فتقدمت باستقالة من منصب الأممية متابع معكم هذه التغطية أعزائنا المشاهدين وما زلنا متواصلين وإياكم وأتوجه بالسؤال الآن لأستاذ مهر حجازي المدير السابق كما شاهدت لمكتب المفوضية الأممية لحقوق الإنسان في نيويورك كريغم خيبر وقبل أن يقدم استقالته اتهم الولايات المتحدة والدول الغربية بالانخراط في الجرائم الأسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة بما تفسر هذا الدعم الصريح من قبل الغرب لمثل هذه الجرائم علانية يعني بالفعل تماما منذ بداية هذه العدوان الإسرائيلي كانت المواقف الغربية وبالأخص موقف الولايات المتحدة الأمريكية داعم بشكل رئيسي ومباشر سواء سياسيا أو عسكريا أو حتى الحماية القانونية والدولية اللي احتل الإسرائيلي لارتكاب جرائم وحتى الموقف الأوروبي الرسمي وموقف الاتحاد الأوروبي لا يزال حتى هذه اللحظة داعم بشكل رئيسي ويقولون من حق إسرائيل الدفاع عن نفس ولكن الآن بدأنا نسمع العديد من الأصوات التي تطالب سواء في البعد الرسمي التي تطالب بضرورة حماية المدنيين وخط التصعيد ووقف العدوان على أبناء شعبنا والسماح وإدخال المساعدات الإغاثية وبالتالي هذا يفسر اليوم أن هذه الجرائم التي يتكب لإحتلال الإسرائيلي وهذا التمادي من قبل حكومة الحرب الإسرائيلية باستحطى وصول الاستهداف المشافي يعني هم لا يقتلون فقط المدني ولا بدأوا بالتصعيد بقصف المشافي بشكل مباشر كانوا عندما كانت هناك مزارة المشفى المعمداني لم يسمع هذا الاحتلال موقف حاسم من الدول الأوروبية والغربية وبالتالي هذا أعطاه ضوء أخضر لمواصلة عدوان على شعبنا الفلسطيني ومواصلة استهداف المشافي اليوم وصلنا إلى استهداف المشافي دون خجل دون مراعاة لقوانين دولية دون اعتبار لأي مواقف دولية ترفض مثل هذا عدوان على المشافي وبالتالي هذا الصمت الدولي وهذا الدعم الغير محدود خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية أشكل طوأخطة لهذا الاحتلال ليواصل عدوانه حتى وصلنا اليوم إلى أكثر من 1336 شعيد فلسطيني واستهداف بشكل واضح ومباشر للمشافي وقطع الماء والغذاء والدواء لأبناء شعبنا داخل قطاع غزة دكتور هاني استخدام الاحتلال اليوم للمدفعية بشكل مكثف ضد أهالي قطاع غزة كيف تقرأه رغم علم الاحتلال المسبق بوجود عناصر المقاومة داخل الأنفاق واضح أنه العدو الصهيوني حتى الآن عاجز عن تحقيق أي هدف عسكري داخل قطاع غزة لمرور اليوم التابع وثلاثين لهذه المعركة وواضح أنه هناك تخبط داخل الكيان الصهيوني بين القيادة السياسية والعسكرية وهذا الأمر كان واضح من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بالأمس وكان هناك واضح حتى من خلال لغة الجسد وطريقة الخروج والدخول من المؤتمر هناك خلافات سياسية الخبراء الصهيين المحللين السياسيين والعسكرين متحدثت بشكل واضح هذا الخلاف لذلك العدو الصهيوني الآن لا يستطيع أن يحقق والآن عاجز عن تحقيق وهناك صعوبة في التحقيق أي هدف عسكري يلجأ إلى موضوع الإيهاء موضوع الكذب يتحدث لمجتمع الصوني ويبدو أن موضوع الكذب حتى الآن لم ينطلع داخل مجتمع الصوني لذلك يلجأ بشكل واضح إلى عملية القصف العشوائي القصف بطريقة عاجزية بطريقة يعني واضح أنه هي ليس حرب متكافئة واضح أنه العدو الصهيوني الآن ذات طور الهائج هو يتصرف بطريقة غير متزنة هناك إرباخ غير عادي يحاول أن ينتقم لا يستطيع أن يواجه المقامة الفلنسينية وجها إلى وجه ولا يستطيع أن يحقق أي هدف عسكري يلجأ إلى للحاضنة الشعبية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليضغط عليه حتى يعني يجبر على الهجرة القصرية داخل قطاع خارج اللي هو قطاع غزة إلى مناطق الجنوب هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يحاول أيضا من خلال قصف هذا أن يغطي على جرائب ويغطي على الزيمته الكبيرة وحتى الآن عدم تحقيق هدف عسكري حتى يصور لمجتمع والصوهيون أن يحقق أهداف من خلال قصف المدنين وضرب المدنين هذا القصف الهمجي العشوائي الذي يستهدف فيه كل شيء البشر والحجر ويتجاوز في كل الأعراف والقوانين الدولية نعم أستاذ إيمان بحسب متابعتكم وما ترصدونه من معلومات لمختلف السياقات الجارية على الأرض يعني بن غفير يتحدث عن إعادة احتلال غزة وإعادة الاستيطان فيها أيضا كيف وجد الشارع أستاذ إيمان نعم نعم الخط فيه تشميش وتقطيع لا بأس أعيد وأكرر السؤال عليك بن غفير هل تسمعينني الآن أستاذ إيمان هل تسمعينني نعم نعم أعيد وأكرر عليك السؤال يعني بن غفير يعني أشار وصرح مؤخرا بفكرة إلى فكرة يعني أن يعاود الاحتلال الإسرائيلي احتلال قطاع غزة كيف تلقى الشارع لدى الاحتلال الإسرائيلي مثل هذه الدعوات المحرضة ضد الشاب الفلسطيني وغزة بالتحديد نعم لأن أسمعك جيدا نعم الشارع الفلسطيني في الضفة لا يكترث بما يقوله الوزير الصهيوني بن جفير خصوصا عن أفكارهم الشيطانية لإحتلال غزة هنا مقاومة شعبية على أوسع نطاق الشعب الفلسطيني اليوم الأطفال من سن 14 عاما حتى سن 30 وال40 مستعدون للمقاومة لديهم غضب كبير لما يحدث في غزة لما يحدث لنساء قوت يوميا هناك اقتحامات وإساءة وإذية للبنية التحدية للبشر للحجر في الضفة وبالتالي فهناك ثورة داخلية جاهزين للمواجهة المستمرة حتى منع المستوطنين من نيل مرادهم وإن شاء الله لن ينالوا كذلك ما يحدث في غزة هم على ثقة كبيرة بأن المقاوم في غزة هو عن عقيدة يعمل عن عقيدة وليس عن سياسة يريد تطبيقها لإرضاء ساعة العقيدة هي أقوى والتواصل مع المقاوم مع خالقي هو أقوى من سياسة تطبيق القوارين والأصدر والحروق سعود إليك بسؤال أخير أرجو أن تبقي معنا أستاذ إيمان من جديد إليك أستاذ ماهر الإدارة الأمريكية تساءلت عن خطط نتنياهو تلك هل يعني ذلك أن نتنياهو يعمل بمعزل عن حلفائه في الإدارة الأمريكية؟ أعتقد أن إيمان إيمان يعمل بمعزل عن الإدارة الأمريكية لأنه أخذ ضوء أخضر منذ بداية هذا العدوان بأن يواصل عدوانه أو ينشن هذا العدوان على شعبنا والولايات المتحدة الأمريكية تقدم له المساعدات العسكرية والدعم اللوجستي والاستخباراتي وأيضا تشكل له حصانة دولية ولكن نعتقد اليوم بعد هذا بعد دخولنا بالشهر الثاني واضح أن لدي الإدارة الأمريكية غير واضح لديها ما هي الخطة أو ما الخطط أو ما المستقبل أو يعني نهاية هذا العدوان الإسرائيلي الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة والواضح أنه هناك انتقادات وهناك الآن تفاوت في وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبينها الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بن يمين يتنيا وهذا هذا التباين يقود إلى الإدارة الأمريكية الآن أمام حرج أيضا من التفاعل داخل وتظاهرات وصلت إلى داخل البيت الأبجاد وحتى على المستوى السياسي والتصريحات لبعض السياسيين أمريكيين الذين يتحدثون عن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة في هذا العدوان وأنه لا بد أن تمارس إدارة بايدل ضغط على حكومة بن يمين يتنيا يوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وبالتالي اليوم إدارة أمريكية أيضا تتعرض لضغوط من قبل من الداخل الأمريكي لهذا الموقف الدعم للاحتلال إسرائيلي نعم قمعي أستاذ ماهر إليك من جديد دكتور هاني يعني بعد تكبد الاحتلال خسائر في الأفراد والمعدات في توغله داخل شوارع القطاع باعتقادك هل يغير الاحتلال تكتيكه بالتمركز في المناطق المفتوحة هل هذا وارد؟ أنا بس أود أن أعقب على موضوع تصريحات بن غفير ثم إن شاء الله أتطرف لهذا السؤال واضح أنه بن غفير هو في تصريح وموضوع الإبطاع لإحتلال غزة هو مجغول الآن بنفسه أكثر بمصيره أكثر من إنشغاله في موضوع الحرب وهذا كان واضح جدا لأنه يعرف أنه عتبته على برلمان الكنيسة الصهيونة تترنح بشكل كبير جدا وفق الاستطلاعات الرأي التي تم عرضها الأيام الأخيرة حول اليمين المتطرف وحول نتنياهو ذاته أنه هناك كثير من استطلاعات الرأي يعني تطالب بشكل كبير يعني قالت هذه الحكومة اللي من المتطرف وكذلك نتنياهو بإنهاء من حالة السياسية لذلك معظم التصريحات التي تصدر سواء كانت من بين غفير المتطرف وعقلية المتطرف ومعروفه بعقلية وهو أصلا جزء من عقلته بيعتبر غزة جزء أنه لازم يتم تصفيتها واحتلالها بشكل كامل لذلك هو يخاطب الناخبين بشكل أساسي كذلك نتنياهو عندما يتحدث عن مرحلة أولى ومرحلة ثانية وأسابيع ثم بعد ذلك ينتقل الأشهر والآن يقول أن المعركة تحتاج إلى سنة طويلة هو أيضا يعرف ويدرك داخل نفسه أنه لا يستطيع حتى الآن نحقق أي هدف عسكري وذلك هو يخاطب المجتمع الصويوني ويخاطب الناخبين بشكل أساسي أنه نحن بنحقق إنجازات كذلك الياهو الذي تحدث الذي وصل له للعدو الصويون ويدرك تماما أنه حتى الآن لا يستطيع أن يحقق أي هدف من أهدافه داخل قطاع غزة لوجود مقاومة شرسة وغير عادية في قطاع غزة هذا من ناحية من غفير وتصريحات وتصريحاتنا تدنيا واضح العزو والإخفاق الكبير وهم يدركون الآن أكثر من أي وقت أنهم لن يستطيعوا احتلال قطاع غزة ولن يستطيعوا أن نتصر بهذه المعركة موضوع المقامة الفلسطينية وموضوع الاحتلال الصويون تغيير خطته هذا كان واضح بشكل كبير جدا العدو الصويوني حاول أن يتقدم من منطقة بيت حنون لم يستطع من بيت لاه والعطاطرة لم يستطع أن يتقدم ويحتل مناطق حاكمة ومهمة أيضا من المناطق الشرقية لم يستطع فغير خطته وانتقل إلى المناطق الشمالية الغربية من قطاع غزة المناطق المفتوحة وحاول أن يتقدم داخل قطاع غزة من مخيم الشاطئ أيضا لم يستطع أن يفتح المخيم الشاطئ فقام بعمليات الاستفاف من شارع الكرامة ثم وصولا إلى مستشفى العيون لذلك واضح أن العدو الصويوني في الأماكن التي لا يستطيع أن يواجه المقامة الفلسطينية بشكل واضح وبشكل مباشر والمقامة الفلسطينية تتصدى له ببسالة وبمقاومة غير عادية وواضح سواء كان بالتصدى المباشر أو عمليات الإنزال أو ضرب خلف خطوط العدو أو عمليات التحشد لذلك العدو الصويوني واضح في الأماكن التي لا يستطيع أن يغير خططه سواء كان من خلال المناطق المفتوحة المناطق الضعيفة حتى يسجل وهنا أنا أود أن أذكر نقطة مهمة جدا العدو الصويوني بالأمس تحدث عن احتلال موقع بدر العسكري وطبعا نتحدث بهالة كبيرة جدا أنه هذا قاعدة عسكرية وهذا موقع وهذا موقع تصنيع وهذا كله كذب واضح هذا موقع بدر هو موجود في غرب مدينة غزة في منطقة الشاطئ وهو مطل على بحر قطاع غزة منطقة مفتوحة هو عبارة عن موقع كتبار رملية مفتوح لا وجد فيه شيء هو موقع يستخدم إما لتدريب شباب المقامة أو لتدريب شباب فلسطيفة وضحت هذه الفكرة أعود إليك بسؤال العديد كبير جدا وضحت هذه الفكرة على أي حال أرجو أن تبقى معي بعجالة أستاذ إيمان تلاحظين وتتابعين الأحداث الجارية في جنين ونابلس وغيرها من مدن الضفة هل هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي سيوسع من دائرة الاستهداف ما يؤجج الحالة حالة الانتفاضة في الضفة هل هذا وارد؟ أستاذ إيمان هل أنت معنا؟ أتأك أتأك شويش كبير جدا على الخط تفضلي نعم الرجاء عادة السؤال مرة أخرى أقول لك كثرة في الأونة الأخيرة قيام الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مخيم جنين والمدينة وكذلك نابلس ألا يمكن اعتبار هذا مقدم لانتفاضة حقيقية يخضها أهالي الضفة الغربية هناك؟ هو ليس مقدم لانتفاضة جنين تحديدا في البداية ثم تليها نابلس صدقا منذ ثلاث سنوات عمل متواصل في اقتحام المدينة حتى في أيام الأعياد ورمضان ليس لديهم أي حرمة أو احترام نعم في وقت أو شهر أو ساعة منذ ثلاث سنوات مخيم جنين والمدينة والقرى كذلك بلاطة في نابلس مخيم بلاطة كذلك اليوم طول كرم مخيم نور الشمس ومخيم طول كرم مخيم من طبعا في طول كرم هذه المحافظات الشمالية تعاني منذ في البداية جنين منذ ثلاث سنوات شهريا هناك اقتحامات وشهداء الآن جنين لا لا يمر 48 ساعة دون اقتحام هناك اقتحامات يومية للقرى لا ندخلها في الإعلام وضحت الفكرة أستاذ إيمان السلاة والصحفية الفلسطينية كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك بعجالة أستاذ ماهر لو تكرمت لأنه لم يتبقى من الوقت سوى دقيقتين أو أقل يعني ألاف المستوطنين تظاهروا في تل أبيب لإطلاق صرح أسراهم الذين يعني هم محتجزون لدى المقامة الفلسطينية السؤال إلى أي مدى ترى أن زيادة الضغط من الداخل مع إطالة أمد الحرب يشكل عبءا حقيقيا على نيتنياهو وحكومته أنا شكي اليوم حكومة الحرب التي يقودها بنيميني تنياهو تعيش أزمة داخلية داخل المجتمع الإسرائيلي استمرار هذه التظاهرات سيشكل طغطا على الاحتلال الإسرائيلي وعلى حكومة بنيميني تنياهو بالدرجة الأولى لأنه موضوع إطلاق صراح المحتجزين أو الأسرى الاحتلال داخل قطاع غزة هو مرتبط ووقف هذا العدوان وبالتالي مزيد من التحركات داخل المجتمع الإسرائيلي ستضغط على بنيميني تنياهو للقبول بصفقة تبادل تقود كوم في البداية ووقف لهذا العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا ولكن قدت هذه اللحظة من الواضح أن بنيميني تنياهو غير معني بإنهاء هذه الحرب لأن الدقائق التي ستلي إنهاء هذا العدوان ستكون هي نهاية النهاية السياسية لبنيميني تنياهو شكرا جزيلا لك المتحدث باسم حملة مواجهة قانون القومي الإسرائيلي مهر حجازي كنت معنا عبر سكايب من أمستردام وبالختام ظل أن يعني وجه لك سؤالا أخيرا دكتور هاني يعني نتنياهو توعد المقاومة في غزة وقال سنكون على موعد مع مرحلة فيها نرى غزة بدون مقاومة نرى غزة بدون حماس والجهاد الإسلامي إلى أي مدى ترى أن نتنياهو يذهب بعيدا ويغامر بمستقبله السياسي وبحكومته مجتمع هو حقيقة مستقبل نتنياهو السياسي إما كان الإنهيار السريع والآن يستقيل وينسحب من قطاع غزة ويوفر الحرب أو إما ينتظر المواجهة من المقاومة الفلسطينية ويموت بشكل بطير واضح أن هذه التصريحات عبارة عن تصريحات استعباضية حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء على الأرض واضح أن هناك قناة صهيونية دا سواء كانت أو كانت عسكرية مجتمع الصهيوني إضافة إلى قناة عدد الولايات المتحدة الأمريكية أن الاحتلال الصهيوني حتى الآن والجيش الصهيوني لم يستطع أن يحقق أي هدف عسكرية داخل قطاع شكرا جزيلا لك وصلت الفكرة من إسطنبول كنت معنا المحلل السياسي الفلسطينية دكتور هاني الدالي شكرا جزيلا لك وكذلك أشكرك ضيفي من أمستردام المتحدث باسمي حملة مواجهة قانون القوم الإسرائيلية أستاذ ماهر حجازي مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه التغطية اليومية التي نخصصها في مثل هذا الوقت من أجل أهلنا في قطاع غزة على أمل أن ينصرهم الله وما ذلك على الله بعزيز دمتم في أمان الله شكرا اشتركوا في القناة شكرا